موسيقى نشرة الأخبار من القناة الوطنية الأولى ونستهلها بالعنوين حرائق تأتي سنوياً على الغابات والمحاصيل الزراعية تؤكد وزارة الفلاحة أن 96% منها مفتعلة موسيقى المصادقة في مجلس الوزراء على مشاريع قوانين ومرسيم وأوامر حكومية وإدماج الاقتصاد الموازي ومجبهة التهارب الضريبي من أبرزها موسيقى الاتحاد الأوروبي يدعو الأطراف الليبية والدولية إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية في ليبيا والمشاركة الفعالة في مفاوضات 5 زائد 5 موسيقى أهلاً بكم مشاهدين الكرام في هذا الموعد الإخبارية في رقم صادم أكدت وزارة الفلاحة أن 96% من الحرائق في الغابات والضيعات الزراعية مفتعلة الوزارة أكدت أيضاً أن نسبة الحرائق تراجعت مقارنة بسنة الفارطة أكثر من عشرة هكتار من الحبوب والأعلاف أطلفت منذ ساعات إثل اندلاع حارق هائل بأحدى الضيعات الفلاحية بسيد برويس من ولاية سليانة حارق آخر ينظف إلى سجل حرائق ضيعات زراعية للموسم الحالي وفي متابعة لوضعية سلامة الغابات وضيعات زراعية منذ انطلاق الموسم الحالي في غضلة شهر جوان الجاري تم تسجيل تراجع في معدلة حرائق محاصيل الحبوب مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية فيما ارتفع عدد حرائق الغابات وقد أثبتت النتائج الرسمية أن 96% من الحرائق مفتعلة والأسباب عديدة أما العقوبة فتصل إلى الأعدام السجلنا تقيباً من واحد جواني لغاية اليوم 18 حريق بمحاصيل زراعية مقابل 43 حريق خلال نفس الفترة من سنة الفارطة تقريباً بعقل مساحة مخترقة 350 هكتار السنة تقريباً 18 حريق نتج عنها تضرر تقريباً 20 هكتار سجلنا من واحد جواني إلى غاية اليوم 7 حريق بمناطق غابية مقابل 5 حريق خلال نفس الفترة من سنة الفارطة وبالنسبة لأسباب الحرائق خاصة عندك ذلك اللي يقوله الإنسان هو السبب في ذلك توصل 96% لأربعة في المياه حاجة طبيعية يعني كي تكثر سخانة كي يجي سواق مع بعضه يعطيك الإشكال هذيك أما في 96% اللي متسبب فيها الإنسان مش بكلها جرائم الطبع الإجرام يجي في حوالي 3% فقط الباقي لكل شنو اللي يصير فيه الباقي هو حد ما تعدي غادي يرلاوح سيجاره تقريب 60% ولحماية الثروات الغابية والمحاصيل الزراعية من ألسنة اللهبي أبدت كل من إدارة الغابات بوزارة الفلاحة والدوان الوطني للحماية المدنية استعدادهما لمجابهة الحراء أقل للموسم الحالي وذلك اعتمادا على الرقمنة ووسائل التدخل العصرية عنا برنامج مراقبة بالطيران يعني مهمات جوية لراقبة بالطيران كيف كيف عنا اتفاقية نخدم عليها في وزارة الفلاحة على استعمال تقنية الدرون اللي تبدأ موجود وباش تصير مراقبة مباشرة نشرعنا بداية من واحد جوان في تركيز مراكز موسمية لتقليص أجال التدخل من ضيعات الفلاحية مراكز موسمية مجهزة بشرين ومدين فها شاحنة تفا وفها فريق تفا يعمل عملا مدار الساعة مراكزين تقريبا بستة مراكز اثنين بولاية الكيف اثنين بجندوبة اثنين واحد ببرصق من ولاية باجة وواحد برسج بل من ولاية المهدية ومن المنتظر أيضا أن تبط اللجنة الوطنية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة في بقية الاستعدادات وحل بعض النقاط العالقة في مخطط هذه الصائفة التي تحول دون التدخل الناجع والسريع للحماية المدنية أثار بروز أمبوب الغاز على شاطئ رادسة الذي كان مغمورا في البحر أثار تخوف المصطفينة وسكان المنطقة من إمكانية الانفجار أمر استبعدته بلدية المكان وشركة تونسية للكهرباء والغاز التي أكدت شروعها في القريب العاجل ومع جميع الأطراف في معالجة الموضوع بعد استفائها لترخيص لازمة جرأ العوامل المناخية تفاعل شاطئ رادس أمبوب الغاز الذي كان مطمورا في البحر وهو ما سبب حالة من الضعر لدى المتساكنين وتخوفهم من انفجار الأمبوب خاصة مع احتكاك المراكب الصيدبي الاختر على الكروات، الكروات هذو ما اللي عملينا نستلسيهم للغاز يستعون فيهم الفلاك، فهمتني وكل اللي تيب على الغاز زادة، ساعة يتعريه شيء يخوف يس يخوف، هذا غاز، ماهوش لعبة عاد عليه فوق العشرين سنين، خرج الحجر، ما كانش فهم على الحجر هذي كان لوت أغارق، فهمتني، كيخرج الحجر هو تلعض يجاز يقوب كي تلعض يقوب شوال يختر على رادس هذا يا أخويا متعدي كيلومتر ووصل الستياج أمبوب الغاز وتداعيته على المنطقة كان محور جلسة عمل بولاية بن عروس ضمت كل الأطراف المتدخلة لإيجاد حل جذري للمشكل كما أكد المسؤولون أن الأمبوب محمي ولا يمثل خطرا على سكان المنطقة حيمايته في المرحلة الأولى بشيق حيمايته بالإيباليزي يسموه بك الكوتال الإسمنتية أخرى باش نحفظه الأخوة الصيادين باش يتحكي شكل كوندويت هذيك وهي راي كوندويت محمية بطبيعتها من الجمحة تحد والمسألة الثانية هو أحنا باش نقع نقلته من مكان إلى خارج المكان يمكن أن يتعادى تحت الرصيف باش نقع ديبلاسمون انتع الأمبوب هذي على طول 900 متر على الرصيف تو أحنا قاعدين الدراسة موجودة قاعدين نشوف مع الأخيان في البلدية للكونسيسيونير الأخرين كيف لوناس كيف للتجهيز وكذا باش ناخدوا الترخيص اللازمة وإن شاء الله في القريب العاجل باش نبدو في المشروع أمبوب الغاز الطافي على شاطئ إيراد يستوجب إيجاد حلولا سريعة لتفادي ما يمكن أن يسببه في حالة التلف خصص مجلس وزري أمس لمتبعة الأستعدادات لموسم ضروة استهلاك الماء الصالح للشرب لهذه الصائفة وأكد خلاله رئيس الحكومة لياس الفخفاخ أهمية ضمان انتظام تزويد المواطنين بالماء وضرورة بلوغ نسبة التغطية 100% مع الحرس على إيصال الماء الصالح للشرب للوسط الريفية كما انعقد مجلس وزري مضيق بقصر الحكومة بالقصبة لمتابعة الأستعدادات لموسم الضروة لاستهلاك الكهرباء لصيف 2020 وأقر تدخلات مالية ضرفية لدعم جهود الشركة التونسية للكهرباء والغاز وتغطية المصاريف العاجلة خلال الفترة المقبلة اليوم نجم وقوله أن الشركة التونسية كارنبالغاز هي على استعداد كامل للذروة الصيفية هي على استعداد كامل لتقديم الخدمات الضرورية سوى للاقتصاد الوطني ولا للحرفة هي زادت كيف مناسبة باش ندعيه معناها الحرفة متاعنا لترشيد استهلاك الطاقة لأن استهلاك الطاقة وترشيدها هو واجب وطني حتى معناها نتحكم في المنظومة الكهربائية كذلك احنا تطرقنا إلى الاقتصاد في الماء والاقتصاد في الماء مع الذروة الصيفية ودعوة للمواطنين لكل باش يحاولوا يرشدوا استهلاك الماء وفي المضمارة هذية اشترك مؤخرا تلقت في استعمال تكنولوجيات حديثة من الرقمنا وغيرها وستة تقريب مخابر متنقلة تم توجيهها إلى ولاية الجنوب للبحث على التساربات لتدعيم وتحسين مردود الشبكات بصفة عامة تحادث رئيس الجمهورية قيس سعيد مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج والمبعوث الخاص لملك المغرب محمد السادس نصر بوريتا الذي جاء محملا برسالة شفوية من الملك إلى رئيس الدولة تتعلق بالعلاقات الثنائية وسبل تطويرها إلى جانب الوضع الإقليمي والدولي ونقل المبعوث الخاص تحيات الملك محمد السادس لرئيس الدولة مبينا أن العاهل المغربي اختار أن تكون تونس أول وجهة لوزير خارجية المغرب منذ شهر مارس الفارتة تشرفت اليوم بالاستقبال الذي خصني به فخامة رئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية كان مبعوث من جلالة الملك حاملا رسالة شفاهية من جلالة الملك محمد السادس إلى فخامته وهمت هذه الرسالة العلاقات التونائية وتطويرها وكذا الوضع الإقليمي والدولي عقدت اللجنة العلمية لمتابعة فيروس كورونا أمس اجتماعها الدوري بأشرافي رئيس الحكومة ليس الفخفاخة وقد نقش الاجتماع الوضع الوبائي الحالي في تونس وتقييم نتائج المرحلة الحالية من الحجر الصحي الموجه كما تدارس أعضاء اللجنة مختلف التدابير الوقائية الواجب اتخاذها لإنجاح المرحلة الأخيرة من الحجر الصحي الموجه كما تعرف الكل نحن اليوم معنا حتى حالة مسجلة لا مستوردة ولا محلية وهذا يمثل انتصار للشعب تونس والدولة التونسية على الفيروس هدايا تم تطرق كذلك للمرحلة القادمة والإجراءات التي سيتم اتخاذها خاصة في إطار الجالية الوفدة إلى تونس أو في إطار عودة السياحة إلى تونس عبر فتح الحدود وأهم الإجراءات التي سيتم اتخاذها في الفترة هذه نفذ اتحاد أصحاب شهائد المعاطلين عن العمل وعدد من التنسقيات الوطنية نفذوا وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس نواب الشعب للمطالبة بإلغاء قرار إيقاف الانتدابات الذي تم اتخاذه سابقا من قبل الحكومة أرهقتهم البطالة وأتعبهم الانتظار كما يقولون شأنهم في ذلك شأن آلاف المعاطلين عن العمل خاصة من أصحاب الشهادات العليا التراجع عن قرار تجميد الانتدابات مطلبهم الذي من أجله نفذ اتحاد أصحاب الشهادات المعاطلين عن العمل وعدد من التنسيق الوطنية وقفة احتجاجية أمام مجلس نواب الشعب في حياة البشر هي العمل الذي يضمن به كرامته وعزة نفسه وكبريا وقيمته وقدره في الدنيا وفي الحياة انتداب الفوري للأصحاب الشهاد الكل اليوم معناتها النقاط التي كانت عليهم الوقفة الاحتجاجية إيقاف تجميد الانتدابات في الوظيفة العمومية أساساً اللي هي كانت في ضرف معناتنا تعزمة اقتصادية اجتماعية اليوم جينا بش نرفض المسألة هذه بوقفة احتجاجية وما زالت مسألة أخرى اللي هي مسألة المبادرة التشريعية اللي هي موجودة في لجنة تاريبية توا هنا تقريب نصف مليون بطال في تونس من مختلف الاختصاصات اليوم عنا سبع الاف دكتور معاطل على العمل الحق في العمل كما يقولون كفله لهم الدستور وحرموا منه لكن وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم شورا أكد أنه بالتواصل مع التنسيقيات لدى كثير العاطلين عن العمل سيتم البحث عن آليات للانتداب بعد عمليات التأهيل اليوم مش قادرة بشأنها تفتح انتدابات كبيرة جدا لكن نحن ديما نطالب بها على مستوى طبعا الجامعات العمومية لكن زاد اليوم عندنا مجلة أخرى في القطاع التعليم العالي القطاع العام القطاع التعليم العالي الخاص وثم عندنا إن شاء الله مبادرة سنعلن عنها إن شاء الله في الإبان في مشروع كبير لانتداب الدكاترة العاطلين عن العمل وإذا احتجاجات المعاطلين عن العمل للميتوان وزير الدولة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد من التأكيد على أن وضعية المالية العمومية لا تسمح في الوقت راهن بإضافة مناظرات جديدة سوى تلك المبرمجة سابقا على أن المنشأة العمومية بإمكانها فتح المجال للانتداب فقط في حال وجود حاجة فعلية لذلك خصص مجلس الوزراء الذي عقد الثلاثاء بأشرافي رئيس الحكومة ليس الفخفاخ بمقر الحكومة بالقصبة خصص للنظر في مشاريع القوانين والمرسيم والأوامر الحكومية وفي الوضع العامي بالبلاد وآخر التطورات الصحية والاجتماعية والاقتصادية بعد تثمين لنجاح تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحجر الصحي بمختلف مراحلها أكد رئيس الحكومة ليس الفخفاخ خلال الاجتماعي مجلس الوزراء أمس ضرورة تركيز مجهودات كل الوزراء بالنسبة للمرحلة القادمة على ثلاثة محاور وهي أولا حسن استكمال السنة الدراسية والجامعية وأنجاح الامتحانات الوطنية وثانيا العناية بالمسألة الاجتماعية عبر الإيحاطة والمرافقة لكل الفئة الهشة المتضررة من فيروس الكورونا وضرورة العمل على توفير كل الأطر القانونية ذات السلة وثالثا ضرورة تركيز المجهودات على التنشيط الاقتصادي لمواجهة تدعية أزمة كورونا التي أثرت في النسج الاقتصادي وفي سوق الشغل وصدق مجلس الوزراء أمس على ثلاثة مشاريع قوانين أولها يتعلق بتنقيح أحكام الفصل 96 من المجلة الجزائية ومشروع القانون الثاني يتعلق بمجموعة للإجراء والآليات الغاية منها إدماج الاقتصاد الموازي ومجابات التهارب الضريبي ويعادة توشيط الاقتصاد في هذه المرحلة الدقيقة التي تعرفها تونس كما صدق المجلس على سبعة مشاريع مراسيم أهمها ما يتعلق بنظام المبادر الذاتي ومن مشاريع المراسيم أيضا ما يتصل بنظام المراقبة الإلكترونية في المادة الجزائية وبإجراءات لدعم أسس التضامن الوطني ومساندة الأشخاص والمؤسسات تبعا لتدعية انتشار فيروس كورونا واتمت المصدقة أيضا على أربعة مشاريع أوامر حكومية منها ما يتعلق بضبط شروط وإجراءات وسياغ تطبيق أحكام المرسوم المتعلق بسن إجراءات اجتماعية استثنائية وضرفية لمرافقة المؤسسات والعيحات بأجراء المتضررين من التدعية المنجرة عن تطبيق إجراءات التوقي من فيروس كورونا إلى أخبارنا العربية والدولية وفي تطورات الملف الليبي قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ترابلس إن وفدي حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي منخريطان في الجولة الثالثة من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5 زائد 5 يأتي هذا التصريح إثر سلسلة من الاجتماعات تم عقدها مع طرفي النزاع وفي اجتماعنا لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبية دعت كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا دعت جميع الأطراف الليبية والدولية إلى الوقف الفعال والفوري لجميع العمليات العسكرية والمشاركة بشكل بناء في مفاوضات 5 زائد 5 كما دع المجتمعون إلى انسحاب جميع القوات الأجنبية من الأراضي الليبية دوليا رحب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو باستئناف المحادثات التي تقودها الأمم المتحدة بين الأطراف المتحاربة في ليبيا وحث على إجراء مفاوضات سريعة للتوصل إلى اتفاق لوقف اطلاق النار وفي مستجدات الأزمة الوبائية العالمية قال مايك ريون المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية قال إن من غير الواضح كيف سيؤثر حلول فصل الشتاء في نصف الكرة الأرضية الجنوبية على فيروس كورونا المستجدة مشيرا إلى أن أثر حلول فصل الصيف في نصف الكرة الشمالي غير واضح هذا وقد أعلنت السلطات الباكستانية الرسمية عن تسجيل 5385 إصابة مؤكدة جديدة و83 حالة وفاة إضافية بكوفيد-19 أما في إيران تم تسجيل 2011 إصابة و81 حالة وفاة جديدة بالفيروس فيما سجلت فرنسا 23 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجدة نهاية النشر مشاهدين الكرام ونذكركم بعنوينها حرائق تأتي سنويا على الغبات والمحاصيل الزراعية تؤكد وزارة الفلاح أن 96% منها مفتعلة المصادقة في مجلس الوزراء على مشاريع قوانين ومرسيم وأوامر حكومية وأدماج الاقتصاد الموازي ومجابهة التهرب الضريبي من أبرزها الاتحاد الأوروبي يدعو الأطراف الليبية والدولية إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية في ليبيا والمشاركة الفعالة في مفاوضات خمسة زائد خمسة ونشير إلى أنه بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفز التونسية تحية طيبة مشاهدنا الكرام وإلى اللقاء